شكرا للزميل محمد الفاتح أصبح متوفر كل شيء ومباح بصورة غير عادية يكون دا خطورة كبيرة جدا على شبابنا تحديدا تجاه الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز يمكن نظمة منظمة بيت مكلي يوم توعوي وثقافي بساحة الحرية اجتمل اليوم على عيادة توعوية معالجة إدمان وبرنامج ثقافي متكامل ومحاضرات مختلفة توعوية قدمها على الوفد الزاير من المملكة الوردنية الهاشمية من ضمنهم دكتور عبد الحميد القضاء ودكتور رفعة الزغلول وعصامة الراد وفرقة الراد أيضا شاركت في هذا اليوم وكان في عمل ثقافي لفرقة جمعة مع جلسة قهوة للتوعية وتوعية الشباب والاهتبان بهذه الفئة الكبيرة هل تتكلم عن وقاية الشباب من الأمراض المنغولة جنسيا تحديدا داخل الستوديو معنا دكتور عبد الحميد القضاء هو خبير الأمراض المنغولة جنسيا والإيدز تابع للاتحاد العالم للجمعيات الطبية الإسلامية أهلا ومرحبا دكتور مرحبا حياكم الله كيف حالك إن شاء الله بخير الله يكرم بوركتي حياكم الله الله يخلي دكتور نتكلم أول حاجة عن خطورة يعني نقول أمراض المنغولة جنسيا والإيدز دي حاجة بتخليك تقييف يعني في خط حمر كبير جدا نحن نعديه بدون ما يكون في توعية كبيرة نتكلم عن خطورة الأمراض المنغولة جنسيا أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا لكم على هذه الاستضافة وهذه زيارة الثانية لفضائية الشروق قبل خمسة أو ستة أعوام كنت هنا أيضا أنا الدكتور عبد الحميد القضاء المدير التنفيذي لمشروع وقاية الشباب في العالم نحن تابعون إلى الاتحاد العالمي للجمعيات الطبية الإسلامية وأنا بحكم تخصصي ودراستي خبير في الأمراض المنغولة جنسيا والإيدز الحقيقة أن نحن عملنا هذا المشروع لأسباب كثيرة جدا هذا مشروع متعب ومكلف ووائل آخره لكن وجدنا بحكم الاختصاص وبحكم اهتمامنا بالشباب بشكل عام أن هناك مشكلة عالمية عابرة للقارات اسمها مشكلة الأمراض المنغولة جنسيا فهي مع الإنسان حيثما حل وارتحل نعم والحقيقة هذه المشكلة بل البلاء الكبير هو معركة صامتة بهدوء لا صوت لها ولا أزيز طائرات ولا أصوات مدافع لأنها تصيب الإنسان وكل واحد يظن أنه هو الوحيد المصاب لكن من يشتغل مثلنا في هذا الموضوع يجد أن هناك أعداد كبيرة جدا جدا لدرجة أن منظمة الصحة العالمية تقول في اليوم الواحد يصاب أكثر من ألف إنسان بأحد الأمراض المنغولة جنسية في اليوم الواحد هذا يعني هذا رقم كبير جدا هذا يعني أن حد الأدنى في كل عام يصاب 365 مليون إنسان وواقع الأمر الرقم أعلى وصل إلى 500 مليون يعني مليون ونصف يصاب يوميا وهذه مشكلة كبيرة جدا لدرجة أن منظمة الصحة العالمية تقول نحن ننفق كل عام أكثر من 150 مليار دولار لتغطية نفقات علاج وتشخيص ومكافحة مثل هذه الأمراض إذن هذه مشكلة كبيرة جدا وجدناها تفتك بالشباب بصمت والآن العالم كما تقول الإحصائيات أربعة بالمئة منهم مصابين بهذه الأمراض نحن عندنا سبعة وثمانية بالعشر مليار على مستوى العالم أربعة بالمئة منهم مصابين الآن الأطباء ووزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية تولي اهتمام كبير جدا للمرضى لكن ما بال 96% غير المرضى غير المصابين هل نتركهم حتى يصابوا ثم نبدأ نعالج ونتكلف أم نشتغل ليلة نهار لتثقيفهم وتوعيتهم ولذلك نحن في مشروع لقاة الشباب الحقيقة يعني ندعي أننا رواد والرائد لا يكذب أهله عندما وجدنا هذه المشكلة وهذا الحجم الضخم للمشكلة قمنا الحقيقة بعمل عظيم جدا والله تبارك وتعالى بارك به حيث وصلنا إلى 52 دولة وعندنا برامج مختلفة مجموعة من الدورات المختلفة التثقيفية التوعوية والورشات التي تؤهل الشباب لأن يصبحوا محاضرين ومدربي فهذه حجم المشكلة وطبعا نحن نركز زيادة شوي على الإيدس لأن الإعلام ركز كثيرا على الإيدس وكانت في أمراض تانية كثيرة كثيرة كانت الأمراض خمسة في السابق الآن أكثر من خمسين مراض والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الوباء والأوجاع التي لم تكن في أسلافها كانت خمسة وأصبحت أكثر من خمسين هذه كلها أمراض جديدة والإيدس نفسه ظهر في الثمانينات جديد جدا وبعده ظهر أيضا أكثر من المرض من الأمراض المنقولة جنسية وهكذا بسبب الإباحية والشذود والزنا وما انتشار الفاحشة واختلاط الناس بشكل كبير جدا زادت هذه الأمراض وتزيد نحمل كمان المسؤولية على المواقع الإلكتروني الناس بحب مباحة بصورة كبيرة جدا والناس حتى صغار تلقاوا منهم بيلعبوا بيكون في بعض الشغف لأنهم هم تشفوا بعض المواقع المختلفة صحيح صحيح طيب دكتور حسب خبرتك وعملك في العديد من الدول العربية والغربية يعني نقدر نقول يا سؤال ما هي الفروقات بين العمل على هذه الأمراض ومثل هذه الأمراض في الدول العربية والغربية الفارق كبير الفارق كبير الحقيقة في الغرب هناك اهتمامات كبيرة جدا عندهم علم وعندهم معرفة وعندهم إمكانيات للتشخيص وإمكانيات أيضا لعلاج بعض الأمراض لكن بعضها لا يوجد له علاج علاج الوحيد هو تغيير السلوك في الغرب الحقيقة عندهم حرية جنسية كبيرة جدا لدرجة أنه نتج عنها أمراض كثيرة عندهم علم لكن عندهم ممارسات جنسية كثيرة جدا لا يوجد الضوابط الحقيقة وحدود مثل ما هي عندنا أما عندنا في الدول العربية والإسلامية للأمانة الحقيقة أن الاهتمام أقل الإمكانيات أقل إمكانيات التشخيص أقل العلاج أقل ثم عندنا الحياء والخجل يمنع الشباب من أن يذهبوا للفحوصات ويمارسون بالسر أمور كثيرة جدا من الفاحشة لكن عندما نقول لهم تعالوا افحصوا حتى نتأكد أنكم مصابين أو غير مصابين يخجلون ويخافون من الوصمة وبالتالي الإحصائيات عندنا فيها ضعف وليست دقيقة جدا بينما الإحصائيات في الغرب أفضل وأحسن ولذلك في حقيقة فارغ لكن نقول نحن في بلادنا العربية والإسلامية نسبة الإصابات قليلة إذا ما قرنت في الغرب ولذلك نحن نستهد بكل ما نستطيع أن نثقف أبنائنا ونوعيهم حتى نقيهم من هذه الأمراض لأنها عامة الناس بسطاء ولا يعرفون عن هذه الأمور لكن نحن الذين أعطانا الله تبارك وتعالى علم وعرفنا هذه الحقيقة لابد أن نقوم بواجبنا ونقدم زكاة علومنا لمثل هؤلاء الناس لأننا نؤجر من الله تبارك وتعالى نحن متطوعون لا نأخذ شيء نرجو الأجر من الله تبارك وتعالى ولذلك نحن نشتغل بحرقة حقيقية ونصل إلى أي مكان ندعى له حتى نقدم كل هذه الورشات والتعليم والتثقيف ولذلك وصلنا إلى 52 دولة يعني معظم الدول العربية وباقي الدول التي فيها جاليات إسلامية للتوعية والتثقيف حتى نثقف قومنا وأبنائنا وأخواننا المسلمين في كل مكان ليس فقط المسلمين نحن ممفتحين على كل من يريد أن يتثقف لذلك عدد كبير من النصارى قد حضروا معنا دوراتنا وورشاتنا وكانوا مسرورين جدا جدا لأن الإباحية محرمة في كل الأديان التوعية فيها جانب ديني كبير جدا كبير جدا هو الأساس نحن نطرح الموضوع برؤية إسلامية وأصلا الزنا والشذوذ والمخدرات وكل ما يتبعها محرمة في الدين الإسلامي والدين النصراني والدين اليهودي إذن نخاطب الناس بلغة دينية علمية وليست وعظ ديني جاف ولا وعظ علمي جاف إنما هو تداخل هكذا الأمر بمع بعضه هذه أقصر طريقة نصل فيها إلى قلوب المستمعين دكتور عبد الحميد من نتكلم عن مشروع كبير جدا من منظمة بنت مكلي وهو وقاية الشباب من الأولاد المنغولة جنسيا والإيد طيب مشاركتكم تحديدا في السوداء عايزين نعرف تقييم لهذا العمل أو يعني إمكانية نجاحه في دولة بمواصفات السوداء أولا نحن هنا الحقيقة وللأمانة بدعوة كريمة من منظمة بنت مكلي القومية التي تعتني بمعالجة الإدمان والتثقيف ضد الإدمان على المخدرات وقد كانت رئيسة هذه المنظمة المستشارة لبناء علي عبد الرحمن كانت في زيارة للأردن وقد علمت عننا وعرفت عننا فجلسنا وعملنا اتفاقية ثنائية لنكمل بعض هم يكافحون الإدمان ونحن نكافح الأمراض المنقولة جنسيا والإيد وبناء على هذه الاتفاقية صارت دعوة كريمة فجئنا نحن وفد من أربعة مختصين في مختلف الأمور الوقائية والحقيقة وجدنا تحضير رائع جدا بالتعاون مع جهاز المقتربين وقد افتتحت ورشة ضخمة حضرها 112 مختص وخبير وعامل في كافحة الإيد ووزارة الصحة والتربية والتعليم والتدخل السريع الحقيقة والإعلام كان حضوره رائع 112 واحد من خيرة الناس وقد وجدت أنهم مهتمون جدا جدا في هذا الموضوع ولذلك حقيقة كانوا مشجعين ومحفزين لنا لأننا وجدنا منهم اهتمام كبير جدا على مدى يومين كاملين في القاعة الرئيسية في جهاز المقتربين تجاوبهم كان ممتاز جدا حماسهم كان عظيم ثناءهم والذي كانوا يكتبون لنا فيه على الواتساب وعلى هذه الأمور كبير جدا حقيقة فأنا سررت جدا في هذا الموضوع ثم أعطيناهم كل واحد شهادة لأنهم أصبحوا قادرين أن يكونوا محاضرين في وقاية الشباب من الأمراض المنقولة جنسية وكل دورة عندنا لها شهادة خاصة نحن عندنا حوالي عشر ورشات مختلفة لأنه عندنا من هو مختص بالأمراض المنقولة جنسيا وعندنا من هو مختص في وقاية الشباب من الأدمان على المواقع الإباحية وعندنا من يثقف الأمهات والآباء حتى وقاية الأطفال من التحرش الجنسي وعندنا التثقيف الجنسي الآمن في ظوء الشريعة الإسلامية وعندنا مجموعة كبيرة وكل مجموعة مختصة في جزئية ونحن عملنا متكامل نحن هنا قد أجرينا دورتين أو ورشتين هل كان فيه إقبال كبير من الشباب إقبال رائع الحقيقة أولا في الورشة الأولى على مدى يومين 112 مشارك من خيضة الناس منتقيين وأيضا في اليوم الذي يليه كان هناك احتفال في الساحة الخضراء وكان عدد لا بأس به من الناس صغارا وكبارا وكان هناك محاضرة عن انهيار الأخلاق وانتشار الأمراض المنقولة جنسيا لأن أي بلد تحكم الأخلاق الحقيقية تقل فيه هذه الأمراض لكن إذا انهارت الأخلاق أصبح الموضوع يعني سيء جدا ويصعب السيطرة عليها إنما الأمم الأخلاق وما بقيت نعم نعم هم ذهبوا أخلاقهم هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا نعم صحيح دكتور حقيقة الموضوع مهم جدا جدا ومشوغ جدا جدا نحن أكيدنا نفرض مساحة تعني أكبر الحديث عن هذا المشروع الكبير اللي بيهتم بشريحة وفيها مهمة جدا فئة الشباب أنا شكرا لك كثير جدا دكتور عبد الحميد القضاء خبير الأمراض المنقولة جنسيا والأيد من الاتحاد العالمي للجمعيات الطبية الإسلامية شكرا الجميلة على هذه المساحة شكرا لكم